شهد قائد محور طور الباحة قائد اللواء الرابع مشاهجة للواء ركنبو بكر الجبولي فعالية تخرج الدفع التاسع طيران مسير والتي أقيمت في معسكر السابع من إبريل لتدريب النوعي بمحور طور الباحة وأكد اللواء الجبولي بالجهود أو أشاد بالجهود التي تبذلها قيادة الوحدة السادس عشر طيران مسير وقيادة معسكر تدريب النوعي ومثنيا على إنجازاتهم الميدانية المتميزة مشددا في الوقت نفسه على الاستمدار في تطوير القدرات في هذا المجال موجها بتوفير الإمكانات اللازمة لتدريب وتشجيع الابتكار ورعاية مشاريع التطوير والتميز ترأس وكيل محافظة حضرمونت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر السعيد العامري اجتباعا لبحث ترتيبات تدشين العمل في قسم فحوصات المياه والأغذية بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بالوادي والصحراء ناقش الاجتماع بحضور وكيل المحافظة المساعد هشام السعيدي ناقش التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق أقصى استفادة من المشروع والفحوصات التي يقدمها المركز كجهة مرجحية أكد الوكيل العامري على أهمية المشروع في الكشف عن جودة المياه والأغذية والمسببات المرضية مشيدا بالجهود المبذولة في انشاء هذا القسم وتجهيزه شكرا